ليه صلاة قيام الليل مهمة؟ هو قيام الليل كان فريضة على رسول الله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلك فريضة على رسول الله لا يستطيع تركها بالنسبة لي نحن ربنا خفف عنا وخلى قيام الليل بركة استجابة للدعاء شعور بالأمن والأمان والراحة مرة واحد من مشايخنا كذا الشيخ محمد راشد رحمه الله تعالى واحد من الصالحين سألوا قالوا ايه الحاجة اللي بينك وبين ربنا اللي انت بتحبها ويعني متمسك بيها قالوا انا بصلي ركعتين دي لاربعين سنة كل يوم محدش يعرف عنهم حاجة ولا مراطي يعني هو وهو نايم يقوم ويروح ويتوضى ويصلي ركعتين وينام تاني فزوجته لما الفجر يأزن تلاقي جبه جبه ما عملش حاجة وهو امس الله ركعتين كان الرجل ده يعني قمة في الاستقرار النفسي وكان يقول الركعتين دول هم سبب هدوءي وسبب سلامي مع نفسي جبه ما عملش ياملشي فنوزي لا نعملش اللي يمنع بحادث لا نعملش تطبع